ويعد الفوز في الولايات المتأرجحة مفصلياً لوصول المرشح إلى البيت الأبيض فبينما ينقسم الولايات السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يبقى التذبذب واضحاً بينهما في بعض الولايات لحسم نتائج الانتخابات وإعلان الفائز بالرئاسة بينما تنقسم معظم الولايات الأمريكية الأغلبية التميل في تصويتها إما إلى الحزب الجمهوري أو الديمقراطي تبقى الولايات المتأرجحة غير مستقرة في تفضيلتها الانتخابية ما يجعلها الهدف الرئيسي لحملات المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية والولايات المتأرجحة هي التي تتقارب فيها أصوات الناخبين بين التصويت لصالح المرشح الجمهوري أو الديمقراطي وغالباً ما تكون هذه الولايات محل تركيز كبير من قبل الحملة الانتخابية لأنها تحتوي على نسب متقاربة من الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين ما يجعل التصويت النهائي غير محسومة سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية شهد حالة من السخونة بعد قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن لانسحابة وإعلان نائبة اهتمال هارس خوض السباق بدلاً عنها ورغم أن نحو خمسين ولاية تشارك في التصويت إلا أن سبعاً منها فقط تحمل مفاتيح البيت الأبيض وتعد الأكثر تأثيراً في تحديد النتيجة النهائية ويعتبرها محللون ساحة التنافس الحقيقية التي تحدد حسم النتائج في الطريق إلى البيت الأبيض وفي سباق هذا العام تبرز ولاية أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولاين الشمالية وبينسليفينيا وويسكنسون كولاية متأرجحة وهي الأكثر تأثيراً في تحديد النتيجة النهائية وتحديد ساكن البيت الأبيض الجديد وبحسب استطلاعاً للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز فإن هارس تتقدم على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترومب بين الناخبين المحتملين في ولاية أريزونا بنسبة 50% مقابل 45% وكارولاين الشمالية بنسبة 49% مقابل 47% بينما تتخلف بفارق ضئيل في نيفادا وجورجيا بهامشي أربع نقاط لكن الولايات الثلاث الحاسمة التي تسمى بحزام الصداء وهي ولاية شمالي شرق الولايات المتحدة وهي بنسليفينيا وويسكنسون وميشيغان لا تزال تشغل حمالات المرشحين حيث تعتبر بنسليفينيا وأصواتها التسعة عشر في المجمع الانتخابي أساسية لفرص المرشحين في الفوز ومنذ عام 2008 كانت هذه الولايات الثلاثة بمثابة مؤشرات موثوقة لنتائج الانتخابات فأصوات المجمع الانتخابي في بنسليفينيا بالإضافة إلى 15 صوطن في ميشيغان و10 في وويسكنسون تكفي لتصدر المرشح الرئاسي في السباق لضمان الحصول على 270 صوطن وهي الأصوات اللازمة للوصول إلى البيت الأبيض وبحسب خبراء فإن ولاية بنسليفينيا لديها احتمالية أكبر من ضعف أي ولاية أخرى لتكون هي المحدد للفوز بسباق البيت الأبيض لهذا العام نحو 240 مليون شخص يحق لهم التصويد في انتخابات الولايات المتحدة ولذلك من المرجح أن يحسم عدد صغير نسبيا منهم مسألة من سيصبح الرئيس القادم